بسم الله الرحمن الرحيم أو The Internet of Things كثيرا ما سمعناه في الفترة السابقة كثيرا ما سمعتم به وقرأتم عنه ربما أو شاهدتم عنه بعض التسجيلات سنحاول في هذه المحاضرة الصغيرة شرح ما معنى هذا المصطلح العلمي الجديد وعلى ماذا يعتمد وإلى ماذا سيسير قدما ما هو الانترنت الحالي الذي نحن الآن نتعامل معه ما هو هذا الانترنت الانترنت الحالي أو الانترنت القائم حاليا منذ أكثر من عشر سنوات حتى الآن هو عبارة عن تصفح صفحات عن طريق الحاسوب أو الجوال هذه الصفحات تم تصميمها وبرمجتها سابقا وموجودة في حواسب أخرى حول العالم مواقع جوجل فيسبوك يوتيوب ام اس اين كل هذه عبارة عن مواقع هي عبارة عن صفحات موجودة وتم برمجتها وتم تصميمها وموجودة في كمبيوترات أخرى تسمى اصطلاحا بالسيرفرات وهذه السيرفرات موجودة حول العالم هل سمعت بمصطرح الحساس السنسور حساسات ما يسمى بالحساسات ربما سمعت به حساس صوت أو حساس رائحة ربما سمعت عن حساس الدخان وحساس الحريق حساس حرارة أو حساس رطوبة حساس فتح باب كسر زجاج حساس حركة وحتى بالطبع قد سمعت بحساسات السيارة هذه تعطيك تفاصيل عما يجري خارج السيارة وداخل السيارة ما هي الحساسات؟ هي اضافة مدخلات للآلات غير المدخلات التي يقدمها البشر للآلة أي مدخلات من غير تدخلنا نحن فالحساسات نستطيع أن نطلق عليها هي الحواس الآلات وحواس الكمبيوترات وحواس الأجهزة الإلكترونية ستشعر هذه الآلة أو الكمبيوتر أن هناك حريقا قد اندلع وستطلق الماء وتقوم بإضفاء هذا الحريق كما أن هذه الآلة ستشعر أنك دخلت إلى الدوامك عبر بصمة الإصبع أو الكارت أو بصمة الوجه إلى آخره وستقوم هذه الآلة تلقائيا بالتعاون مع آلات أخرى وهي كلها كمبيوترات أخرى بحساب راتبك ودخلك الذي تستحقه بنهاية الشهر بدون تدخل من البشر ودون تدخل من أحد ليقوم بعمل أي إجراء هذه الأمور كلنا نعلم وجودها منذ مدة ليست بالقصيرة ولكن ما دخل هذا بموضوعنا؟ هل سمعت عن RFID؟ وهي تقنية التعرف عن طريق الأمواج الراديوية؟ هذه التقنية تستخدم لفتح بوابات السيارات في مواقف السيارات فيفتح الباب لموظف إذا قدم بسيارته ولا يفتح الباب لسيارة أخرى وكل هذا يحدث بدون تدخل إنسان وكذلك تستخدم هذه التقنية بجرد المستودعات وتسجيل الخارج منها من مواد والداخل لها من مواد أيضا بدون تدخل البشر هي تقنية تعتمد على وجود قطع على الشيء إن كان سيارة أو صندوق أو آلة هذه القطعة ستكون مرتبطة بقارئ على باب مستودع أو على باب مواقف السيارات أو على باب المزرعة أو باب المصنع وهذا القارئ هو يكمل العمل ويسجل المعلومات ماذا حصل ويرسلها عبر الكمبيوترات وعبر الشباكات وقد يطبع لك نتائج أيضا بهذه المعلومات كل هذا يحصل بدون تدخلك أنت وبدون أن يتدخل البشر في هذا العمل بالطبع قد سمعتم جميعا عن ما يسمى بالمنزل الذكي سمارت هوم تفتح الستائر والتلفزيون وتتأكد بمستوى الحرارة وحرارة المياه إلى آخره كل هذا وأنت خارج المنزل أو حتى داخل المنزل بتنددخلك أو بمجرد إعطاء أوامر سابقة بل إن الآلات الآن في منزلك ستقوم بقياس الحرارة الغرفة وتقرر بنعلى ذلك زيادة البرودة أو تخفيضها بل إنها ستعلم أن هناك برنامجك المفضل سيظهر في الوقت الفلاني ويشغل لك التلفاز ويشغل لك السبيكارات في منزلك تشاهد برنامجك المفضل كل هذا بدون أن يتدخل منك الآن استجمع معي كل ما ذكرناه سابقا وكل ما تتخيله من أشياء حولك ولا تنسى أن تعتبر نفسك أنت أيضا شيء كيف ذاك؟ لقد تحولنا كلنا إلى أشياء لنا معرف مثل باقي الأشياء التي تكلمنا عنها سابقا ولها معرفات فأنت تمتلك الهاتف الذكي وقريبا سنمتلك نظاراتك الذكية وساعتك الذكية وهذه الأجهزة الذكية التي قد نصل لمرحلة حتى أنها قد تكون شرائح تغرس في جسم الإنسان وتحت جد الإنسان هذه الأجهزة الذكية كلها تجعل منك معرف لك ID ولك معرف واضح يفسرك عن باقي البشر وباقي الأشياء فتصبح أنت من ضمن منظومة الأشياء التي تدور في العالم من الأجهزة والمعدات والأفراد والأشخاص والمباني والشوارع والمخلوقات الأخرى كالحيوانات والطيور إلى آخره هل تعلم أن عدد الآلات المرتبطة بالإنترنت الآن في هذه اللحظة أكبر بكثير من عدد البشر على وجه الأرض؟ أكثر يعني من أعدد سبعة مليار آلة أو كمبيوتر مرتبط حاليا بالإنترنت؟ ونحن الآن في هذا الزمان ومع هذه الطفرة الكبرى بالإنترنت وعبر الأقمار الاصطناعية والاتصال اللاسلكي ودخول 5G دخولا حقيقيا إلى العالم كل هذا سيتم ربطه ليصبح الإنترنت وهو ربط الأشياء الحقيقية المادية الموجودة بيننا مثل تلفزيون وشخص وسيارة وحرارة ورطوبة وطائر وشارع ومبنى وطاولة وكمبيوتر كل هذا سيترابط مع بعضهم البعض ويرتبط مع بعضهم البعض وستتحكم هذه الأمور مع بعضها البعض وتتحكم أنت بها وستتحكم هي لوحدها ببعضها البعض بل إنها ستتواصل معك وسترسل لك تعليمات من دون أن تدخل منك فيصبح كل ما حولنا متواصل ومتصل وهذا هو أساس ولب ما يسمى بإنترنت الأشياء فكل شيء سيتصب بعضه البعض وكل شيء سيؤثر بعضه بالآخر حتى يصبح العالم كله عبارة عن شبكة إنترنت وينتهي ما يسمى بإنترنت المواقع وتصفح المواقع وفتح الصفحات المبرمجة ومصممة سابقا بل سنصل إلى مرحلة أن نتحكم بأمور مادية موجودة وهذا موجود الآن ولكن سيصبح على نطاق أوسع وعلى نطاق غير مسبوق في السنوات القليلة الحالية والقادمة فنحن الآن في عام 2014 فنحن نتكلم خلال هذه السنة والتي بعدها والتي بعدها بالكثير سيكون The Internet of Things هو الإنترنت الحقيقي الذي نتعايش معه جميعا هذه هي المحاضرة وهذا هو المدخل الذي نريد أن نتكلم عنه وعن إنترنت الأشياء شكرا لحسن استماعكم أتمنى منكم الاشتراك بقناتنا ودعمنا بالإعجاب ومشاركة ونتمنى أن تعطون عراءكم حول ما تسمعوه وحول ما نقدمه لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر